السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوجل معي. بارك كان في مباراة في اه تصفيات كأس العالم عن اه قرة اسيا اه وهي مباراة اه منتخب قطر ومنتخب اكويت. اه المباراة دي اه دمن منافسات المجموعة اه الاولى للمرحلة اه التانية من اه تصفيات كأس العالم. اه المجموعة الاولى اللي بتضم كل من منتخب قطر ومنتخب الغهند ومنتخب الكويت ومنتخب افغانستين. وانتهت احداث هذه المباراة بفوص كبير لمنتخب قطر في الدوحة بنتيجة ثلاثة لاشي. منتخب قطر لعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد. اما منتخب الكويت فلعب بطريقة اربعة واحد اربعة واحد. تدى منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من اه مشعل برشم رقم اتنين وعشرين في حراس المرمى. خط الظاهر عندنا اربعة. ناحية اليمين اه طارق سلمان اه رقم خمسة. وناحية الشمال محمد وعد رقم اه اربعة. ولعب باتنين قلبة فاع مهدي سالم رقم تلاتة ولوكاس مندز رقم اتناشر. ولعب باتنين امامهم احمد فتحي رقم اه ستة وعبدالله اه معرفية رقم عشرين. ولعب بتلاتة في الخط الامامي. ناحية اليمين جاسم اه جابر رقم تمانية. وناحية الشمال يوسف عبدالرزاء رقم حداشر. ولعب آآ تحت رأس الحربة بآآ اكرم عفيف رقم عشر. ولعب برأس حربة صريح آآ المعز علي عبدالله رقم تسعة عشر. اما منتخب الكوين فابتدى المباراة بتشكيل مكون من آآ سليمان عبدالغفار آآ رقم آآ اتنين وعشرين. ولعب باربعة في خط الظهر ناحية اليمين خالد ابراهيم رقم اربعة وناحية الشمال راشد الدسري رقم تلاتة ولعب باتنين في قلب الدفاع اه رضا هاني رقم خمسة وحسن حمدان العنزي رقم اتنين ولعب بامامهم بفيصل الحربي رقم عشرة ولعب باربعة امامه اه ناحية اليمين اه عزبي شهاب رقم تمنتاشر وناحية الشمال محمد اه دهام رقم تسعة ولعب باتنين في القلب عبد الرشيدي رقم حداشر وسلمان برمية رقم اربعتاشر ولعب برقص حربة صريح يوسف ناصر رقم عشرين. المباراة يمكن ابتدت كده اه طبعا اه بضغط لمنتخب اه قطر اللي بيلعب على ارض ووسط جماهيره ولكن اه دون اه خطورة على المرمى ودون فاعلية. باستثناء كرة في اه دقيقة تمنتاشر اه كانت هجمة لمنتخب قطر من ناحية الشمال عن طريق اه يوسف عبد الرزاق اللي يلعبها عرضية داخل اه منطقة الجزاء يطلقها الدفاع اه خارج المنطقة ومن على قصة تمنتاشر كده ياخدها عالطاير اه جاسم الجابر بيمينه اه تروح بجوار القائم الايصر للحارس سليمان عبد الغفور. اه ويمكن دي اخطر كرة لمنتخب قطر في الشوت الاول. اه بعدها يمكن منتخب قطر اه ما سك كرة ولكن زي ما احنا قلنا بدون فعالية اه نص ملعب اه منتخب القويت قافل التمرير اه لأكرم عفيف في ناحية الامامية وكان ماسك مفاتيح طبعا اللعب اه اكرم عفيف وجاسم الجابر ويوسف عبد الرزاق. مع بداية الشوت التاني اه يمكن الشوت الاولاني انتهب بتعادل السلبي بدون اهداف مع بداية الشوت التاني اه ابتدى اه نادي اه منتخب قطر اه اه يضغط بعد ما اجرى تبدلين مهمين جدا وهم اه نزول اسماعيل محمد اه بدلا من عبدالله معفية و اه نزول احمد الراوي بدلا من يوسف عبد الرزاق. طبعا التغييرين دول عملوا ايه في الملعب? اه خلوا اه اه منتخب قطر اغير اه طريقة لعبه. اه بدلا ما هو كان بيلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد اصبح بيلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة فادة اه 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 اكرم عفيف اه 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 حرروا من اه اه الضغط اللي كان موجود عليه من اه 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 منتخب اكويت في الشوت الاول وخلى اكرم عفيف يبقى اه 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 بتتلعب له كور داخل البوكس هو اه اه البديل اه اسماعيل محمد اللي كان اه اه لعبه صنع العاب واحمد الراوي اللي حطوا اه رأس حربة بجانب اه اه اكرم عفيف. وبالفعل في الديقة اه اه سبعة واربعين يعني في الديقة التانية اه من الشوت التاني هجمة من ناحية الشمال عن طريق اه محمد اه وعد اللي يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء على القائم البعيد يطلعها دفاع اه منتخب الكويت بقلشة يروح كده داخل السيكس يارد ليه اه اه اكرم عفيف اللي يركنها بيمينه على شمال الحارس محرزا الهدف الاول لمنتخب قطر ليتقدم المنتخب القطري على منتخب الكويت بنتيجة واحد لشيء بعد سبعة واربعين دقيقة من عمر المباراة. بعدها استمر الضغط لمنتخب قطر حتى جاءت الديقة واحد وخمسين وقدر منتخب القطري انه يضيف الهدف التاني. هجمة منظمة تروح لآآ احمد الراوي البديل. آآ اللي ياخد كرة كده آآ من اكرم عفيف آآ من نص الملعب وينطلق ومن على بعد تلاتين ياردة يطلق قزيفة آآ بيمينه آآ ولكن في منتصف المرمى يصدها حارس مرمى منتخب الكويت وترد من ايده يدخل تاني آآ آآ احمد الراوي ومرة دي يحطها بشماله على شمال الحارس محرزا الهدف التاني لمنتخب آآ قطر ليتقدم المنتخب القطري على منتخب الكويت بنتيجة اتنين لشيء بعد واحد وخمسين دقيقة من عمر المباراة. بعدها يمكن المنتخب الكويتي حاول انه يضغط ولكن آآ بلا خطورة وبلا فعالية حتى جاءت الديقة 68 وقدر منتخب قطري انه يخلص المباراة آآ من هجمة من ناحية اليمين عن طريق آآ اسماعيل آآ محمد البديل آآ اللي يلعبها عرضية عرضية جميلة جدا داخل آآ آآ منطقة الجزاء على حدود السكس يارد يدخل اكرم عفيف ويحطها بيمينه ولكن في منتصف المرمى آآ يصدها الحارس وترد من ايده يعمل الفوله تاني اكرم عفيف ويحطها تشيب كده من فوق الحارس اللي كان آآآ آآ قاعد على الارض وحطها في المرمى محرزا الهدف التالت لمنتخب قطر ليفوز المنتخب القطري على منتخب الكويت آآ بنتيجة التلاتة لاشيء ويتصدر المجموعة الاولى آآ من المرحلة التانية في تصفيات كأس العالم عن آآ كرة اسيا. بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة آآ الاولى كالآتي. عندنا آآ في المركز الاول آآ المنتخب القطري آآ بالعلامة الكاملة برصيد تسعة نقاط من آآ تلات مباريات. ياليه المنتخب الهندي في مفاجأة كبيرة جدا. آآ برصيد مركز التاني آآ برصيد اربعة نقاط من تلات مباريات. ياليه في المركز التالت منتخب الكويت آآ تلات نقاط من تلات مباريات. ثم في المركز الرابع والاخير منتخب افانستان نقطة وحيدة من تلات مباريات. آآ دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة. هنلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.